السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي الغليين احلى واجمل اخوات في الدنيا وعلى المجرة اخبركم ايه وحشتوني يا رب اكونوا بخير وبصحة وهنا واشكر كل اخواتي اللي سألوا علي كانت جودي بس تعبنا شوية ورجحت لكم تاني تعولها ربنا يشفيها ويشفي كل مريض يا رب النهاردة هنتكلم عن فيديو مهم جدا ويمكن تلت اربع التعليقات بتيجي يا راشا عايزين نوح كريم كويس ويكون سعره حلو وحطي كده مليون خط على سعره حلو لترتيب والتنعيم والتطويل الشعر النهاردة هقولك على نوع حلو قوي بس قبل ما ابدأ في الفيديو حطي بسرعة تعليق اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وبعد كده حطي لايك واكتبيدي رقم اللايك في تعليق النهاردة هتلمك عن نوع كريم لطيف جدا ومستورد وسعره رخيص جدا 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 قبل كده قد يكون اتنين اخوات قاعدين في نفس البيت بيستخدموا نفس الكريم واحدة تقولك ده رهيب وخلى شعري حرير والتانية تقولك لا ده وحش وشعري اتقصف عليه ومش لطيف ولا ليه اي لازمة وفلوس على الفودي طب ايه السبب في كده اللي يخلي نوع كريم نفس الشركة كويس معايا ووحش معايا بيكون يا روح قلبي اسباب كتير من ضمنها قد تكون اللي كويس معايا هدي بتشرب ميا كتير على مدار اليوم فبالتالي عمل نتيجة كويسة معايا يا اني ماينفحش اكون قاعدة طول اليوم في الحر ده مباشربش ميا وانا شعري عمل زي النبات طبيعي هتلاقي الشعرية بقت جفة ممكن تكون هي طبق الصلطة ده اساسي في حياتها فطبعا بوصل غيزة وزنك وفيتامينات وحاجات وحديد للشعر فبالتالي الكريم عمل معايا نتيجة انا لا اكل كله تيكاوي وحاجات كده من الشارع فبالتالي مفيش غيزة وصل لبصيلات الشعر فمفيش حاجة اسمها اصل الوصفة دي الناس بيشكروا فيها دي مجابتش معي نتيجة او الكريم ده الناس بيشكروا فيه ده مجابش معي نتيجة قولتلك قبل كده بيبقى ليه عوامل كتير برضو منها الحالة النفسية كتر ان انت تكلف نفسك وحالتك النفسية الوحشة طبعا ده بيأثر على الشعر فتيحة جات بتخلي بالك منها قبل ما بتحكمي على المندق الكريم اللي معانا النهاردة من الكريمات المستوردة طبعا مدام حاجة مستوردة زي ما احنا كده عارفا كلنا عمدين فوبيا من مستوردة طبعا ما حاجة مستوردة فطبعا جميلة جدا تابع للمملكة السعودية هواتنا اللي في السعودية اكيد كلهم عارفينه من الكريمات الصفت لاني قلتلك انا ممكن استخدم كريم يكون تقيل يسدي لي بصيلات الشعر يعمل لي اشرة دهنية يبواز للدنيا لا ده كده خفيف جدا صفت امر قوي بصيلات الشعر بتتشربه بسهولة طيب ومن الحاجات اللي انت بتحطيها وما بتحتاجش انك انت تغسليها برضو الناس اللي عندها فوبيا من غسيل الشعر بيحتوي على اللانولين وبيحتوي على الفيتامين اي فطبعا توحفة جدا ومغزي للشعر جدا طب ايه هو الكريم ده الكريم ده يا نور عيني طبعا كلكم عارفينه كريم كازانوفا اللي انا قلتلك بيحتوي على فيتامين اي ومن الحاجات اللطيفة جدا اللي هو حتى مرضيتش اطلعلك بالفيديو الا لما اهو يعني لو انت درت بالك انا خلصته حرفية محبتش اقول رأيي الا لما استخدمه من حد اخر نقطة عشان اقولك رأيي فيه بصروحة من الكريمات اللطيفة جدا اللي عجبتني سبق وقلتلك قبل كده في كريمات تقيلة على الشعر زي كريم بارمارس اللي الناس كلها مهووسة عليه لا تقيل دلوقتي على الشعر بحس ان بيسبب اشرة اما ده صفت قوي وخفيف سعره الخيص وعشان كده انا مش طلع اقولك سعره لان انا اللي لاحظته انه هو مختلف من محل للتاني ومن صيدلية للتاني فحضرتك اسألي عليه مرة واثنين وثلاثة في اكتر مما كان وهتيه قبل كده لما تجيبيه من محل المنظفات او من محل بيع المكياج ارخص او من محل بيع المكياج ارخص من انا اروح اجيبه من الصيدلية طبعا اخواتي في الدول العربية هتلاقوه عندكو زي ما قلتلك موجود اساسي في السعودية لان هي دي المنشأ بتاعته 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 على شعرك ومش بيحتاج منك غسيل من الحاجات اللطيفة قوي اللي مش بيحتاج اضافات سبق قبل كده وان لو انت جديدة معانا وانت جديدة معانا واول مرة تشوفينا قلتلك فيه كريمات بنحتاج نحط عليها اضافات نعلي من جودتها الكريم ده لا مش محتاج اي اضافات هتيه واستخدمي كده زي ما هو بحالته هيعجبك جدا لو عايزة اسماء كريمات تانية ارخص من كده او اسماء كريمات تانية الكرياتين بزبدة الشيع بحاجات كده امر هتلاقي ملف عندك اسمه ملف الصيدلية هتلاقي فيه كل اللي نفسك فيه وروح بسرعة شوفي اول تعليق وشوفي ملف الصيدلية هتلاقي حاجات للتخصيص حاجات للمفاصل كريمات وزيوت رخيصة للشعر عشان بقى الطبية رخيصة قوي حاجات امر اوي هتعجبك يلا بسرعة اروح يشوفي ملف الصيدلية في اول التعليق